تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتخفيض الأسعار طرحت الحكومة كميات كبيرة من اللحوم البرازيلية المجمدة وذلك بالمجمعات الاستهلاكية وبأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين وطرح وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع طرحت الحكومة كميات كبيرة من اللحوم البرازيلية المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية وبأسعار مخفضة علاوة على طرح سلع غذائية بخصومات تصل إلى 30% نحن عندنا الحمد لله احتياط استراتيجي من اللحوم المجمدة ومن الدواجن المجمدة يتعدى الست شهور وعندنا من اللحوم الحية أكثر من 15 رياشة طرحنا السوداني التازى في المجمعات بـ 115 جنيه الدواجن بـ 65 جنيه اللحوم المجمدة بـ 79 أيضا طرحنا البيض لأنه كان فيه فترة البيض شهد ارتفاعات في السوق دلوقتي المجمعات ترحى بـ 62 جنيه أتكلم على الجودة العالية اللحوم المجمدة البرازيلي كانت بـ 90 نزلت لـ 85 نزلت لـ 79 يعني باستمرار فيه تخفضات مستمرة ونزول في الأسعار وحاسس بها المستهلك سواء كان اللحوم المجمدة أو اللحوم الطازة النهاردة اللحوم الطازة بره وصلت أسعارها خيالية الدولة طرحت كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة بالإضافة لضخ كميات من السلع الاستراتيجية بمنافذ الشركات الاستهلاكية وذلك تلبية الاحتياجات المواطنين بمغزون واحتياطين كبير نبدأ عملية الفتح للجمهور من الساعة 9 الصبح للساعة 9 بالليل طبعا المجمع بيستقبل في اليوم أكثر من 100 فرض أكثر من ألف بطاقة لأننا نصرف سلع التموينية والسلع عندنا متوفرة ونتميز بحاجات كثيرة نحن عندنا اللحمة المجمدة الموزة سعرها 79 جنيه كمعمولة على تخفيض من 90 جنيه وعندنا اللحمة الطازة بـ 115 أنا كمستهلك بطمد للقطاع العام والمدارة التموين اللي عندنا سلسلة إشرافية من الدكاترة البيتريين أساسها في المزرع في المجزر الآلي وسواء كان مجمد من الفراجات الجمهورية اللي على كل سلعة لازم نتفض عليه فيما سلسلة إشرافية من الدكاترة البيتريين موجودة عندنا في الشركة الدولة لا تتوانى عن بذل كافة الجهود لإحداث التوازن في أسعار السلع المختلفة بالسوق المحلية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وذلك في إطار خطط مواجهة التحديات والتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية أحمد الحسيني التلفزيون المصري